بعيدة كل البعد تبدو فرص السلام على الجباهة السورية فالمشهد هنا تأسر طاحونة العنف تفاصيله عنف كنحي السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق آخر المنضمين إلى قوائمه حيث أفادت وسائل الإعلام النظامية عن انفجار سيارة مفخخة مخلفة عددا من القتلى والجرحى ودمارا كبيرا وثقته الصور التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي هذا دليل على أن أولئك الذين كانوا يدعون أنهم يحاوروننا هنا بشكل ديبلوماسي في جنيف ثم آثروا وقرروا الانسحاب كما تعرفون هم ليسوا إلا إرهابيين ورعاة للإرهاب وعلى الجبهات المقابلة من النزاع السوري طفت عبر المواقع نفسها صور دمار هائل في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة الحلب من جراء غارات شنتها مقاتلة القوات النظامية السورية وفق ناشطين مخلفة بدورها قتل وجرحا بإذن الله متصرين عليه وعلي أكبر منه تعكس الجبهات المشتعلة أكثر فأكثر في سوريا لسيما في حلب مدى هشاشة الهدنة التي فرضت بموجب الاتفاق الأمريكي الروسي لوقف العمليات القتالية بغرض تعزيز فرص نجاح مفاوضات التسوية إذ تكثر هنا المؤشرات على نزوع أطراف النزاع بالطراد نحو الاحتكام للميدان قبل أي تسوية وفي مدينة هانوفر الألمانية استبق الرئيس الأمريكي باراك أوباما قمته المصغرة مع الزعماء الأوروبيين البارزين بالكشف عن نية الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في سوريا لتدعم صفوف الفصائل التي تقاتل تنظيم داعش لقد سبق ونشرنا مجموعة صغيرة من قوات المهمات الخاصة في سوريا وقد كان لخبرة عناصرها الدور البارز في دحر تنظيم داعش من مناطق ذات أهمية استراتيجية وبناء على النجاح الذي تحقق وافقت على نشر 250 جنديا إضافيا في سوريا خطوة ستزيد عديد الجنود الأمريكيين على خطوط النار في سوريا إلى 300 مقارنة ب50 جنديا أعلن البنتاجن نشرهم سابقا ولكن السرية لا تزال تحيط بهوية الجهات التي قد يوفر لها هؤلاء الجنود الدعم خاصة في ظل معارضة أنقرة الحليف الوثيق لواشنطن على تدعيم صفوف القوات الكردية التي أشاد البنتاجن مرارا بفاعليتها في محاربة داعش وقد رحبت قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل الأكراد عمودها الفقري بقرار نشر المزيد من القوات الأمريكية وإن احتجت على عدم تزويد التحالف بقيادة واشنطن لها بأسلحة متطورة وثقيلة في وقت أظهرت حقيق إعلامي مصور تناقل الناشطون عبر تويتر صورا له وجود قوات أمريكية جنبا إلى جنب مع لجان حماية الشعب الكردية في سوريا كما قبل أعلان أوباما بالترحيب في أوساط وفد الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة